اهلا بكم الى مجازل احداث الوطنية على قناة الحدث الافريقي قرر المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بمناسبة عقاد دورته 42 يوم 15 و 16 فبراير الجاري بأدي سبابة تمهيدا لقمة الاتحاد دعم الترشيحات المغربية الحالية في المنظومة الدولية وفي هذا الصدد قرر المجلس دعم ترشيح المغرب لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2024-2025 وذلك حلال الانتخابات التي ستجرى بمناسبة التئام الدورة 33 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية في دجمبر 2023 بلندن جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا السبت بأدي سبابة على همش القمة 36 للاتحاد الافريقي التزام المغرب وفق الرؤية النيرة للملك محمد السادس بالنهوض بالسلم والتنمية بافريقيا من خلال التعاون جنوب جنوب في مجالات الاستعمال السلمي للطاقة النووية وأعرب بوريتا في كلمة تلها باسمه مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغارب المقيمين بالخارج ردوان حسيني خلال الاجتماع الوزاري المنظم من قبل السكرتارية التنفيذية لمنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية واللجنة الافريقية للطاقة النووية عن الدعم التام للمملكة المغربية لمخطط عمل هتين الهيئتين الأخيرتين وعن استعداد المملكة لتعزيز تنفيذه عبر تبادل التجارب والممارسات الفضلة مع الدول الافريقية فدت السلطات المحلية لعملة المضيق الفندق بأنه تم يوم السبت تسجيل حادثة جنوح سفينة تجارية قادمة من أحد موانئ الورقواية في اتجاه لبنان وذلك بعرض البحر قبل تسحل منطقة مارينة سمير بمدينة المضيق جراء عطب في المحرك ووسط ظروف للملاحة غير مواتية وعقب إشعارها بالحادث تدخلت كافة السلطات والمصالح المعنية حيث تمت تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية اللازمة للتدخل مما مكن لحدود الساعة من إنقاذ تمانية من أفراد تقم سفينة الجنحة فيما تبقى العمليات متواصلة حاليا للبحث عن شخص واحد مفقود شرعت طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية أمس السبت من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في نقل المساعدة العجلة لفائدة السكان المتضررين من موجة البرد والتساقطات الثلجية وفي هذا الإطار جرى منذ وقت مبكر من يوم أمس تعبئة فرق متخصصة تابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن والقوات المسلحة الملكية والتي تعمل بالتنصيق مع القطاعات المعنية والسلطات المحلية من أجل الاستجابة لحاجية المناطق المتضررة في أقليم زاقورة وارززات وتاردنت إلى هنا نأتي إلى نهاية الموجز شكرا على المتابعة إلى اللقاء موسيقى